قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح إن الحكومة السعودية ما تزال ملتزمة بالترح الأولي العام لشركة أرامكو السعودية وفق الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة وفق لبيان نقلته وكالة الأنباء السعودية واس وكد الفالح في بيان رسمي للوزارة أن التقارير التي تناولت أنباء عزم الحكومة إلغاء المشروع غير صحيحة